السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد في مدات الرياضيات درس اليوم سيكون حول حل المعادلات من الدرجة الأولى إذن في هذا الدرس سنركز فقط على المعادلات من الدرجة الأولى إذن عندما نقول معادلة فيعني هي تعبير رياضي لطرف يساوي طرف آخر ويكون بينهما يساوي مثلا نجد في معادلة X زائد أربعة يساوي 15 فهذه المعادلة لدينا طرف على اليسار وهو X زائد أربعة وطرف على اليمين وهو 15 إذن X زائد أربعة هذا الطرف يساوي لنا طرف آخر وهو 15 إذن هذا التعبير الرياضي نسميه بمعادلة يجب أن أعلم أن المعادلات لديها أصناف أو تتنوع إلى أنواع فهناك بعض المعادلات التي تكون من الدرجة الأولى وهناك معادلات من الدرجة الثانية وهناك معادلات من الدرجة الثالثة فالمعادلات من الدرجة الأولى سنجد في تعبيرها مثلاً X أو نجد بها Y أو نجد A أو نجد B إذن هذه الحروف هي تعبير لمجهول في هذه المعادلة والمعادلة من الدرجة الثانية سنجد فيها X أو S2 أو Y أو S2 أو A أو S2 أو B أو S2 إذن سنجد هذه الحروف لكن فوقها S2 إذن سنجد إثنان صغيرة فوق الحرف هذا يسمى S2 أو مربع في المعادلة من الدرجة الثالثة سنجد فيها 3S X أو S3 عفواً أو Y أو S3 أو A أو S3 أو B أو S3 يعني 3 صغيرة فوق الحرف A أو B إذن 3 فوق الحرف يسمى S3 إذن هذه هي أنواع المعادلات يمكن أن نجد معادلات أخرى من الدرجة المثال الرابعة أو الخامسة أو غير ذلك نحن فقط أعطينا بعض الأمثلة لأنواع المعادلات معادلة من الدرجة الأولى معادلة من الدرجة الثانية معادلة من الدرجة الأولى والثانية والثالث عفواً يجب أن نعلم كذلك أن المعادلة نجد فيها مجهول واحد كأن نجد في هذه المعادلة X زائد 4 تسوي 15 مجهول 1 وهو X إذن في هذه المعادلة عندما نريد حلها سنبحث عن قيمة X وهو المجهول لدينا معادلة أخرى 6 ناقص Y أو 2 تسوي ناقص 5 فهذه المعادلة المجهول فيها هو Y يمكن أن نجد في المعادلة مثلاً A أو B أو C إذن تختلف فقط الحروف لكن يبقى المجهول 1 سنجد كذلك في بعض المعادلات مجهولين مثلاً نجد X زائد 12 تسوي 9 ناقص Y فهذه المعادلة لدينا مجهولين وهما X و Y معادلة أخرى 4 ناقص 2 A أو C 2 تسوي 3 B أو C 2 ناقص 7 فهذه المعادلة لدينا المجهول الأول هو A والمجهول الثاني هو B إذن في هذه المعادلة سنبحث عن قيمة المجهولين A و B أو X و Y نذهب الآن لبعض التمارين والتمارين الأول يقول حل المعادلات التالية لدينا X ناقص 4 تسوي 20 و 14 زائد X تسوي ناقص 15 4 مضروبة بين قوسين 2 زائد A تسوي صغر 2 B زائد 5 تسوي 4 ناقص B و نبدأ بالمعادلة الأولى X ناقص 4 تسوي 20 إذن في هذه المعادلة لدينا الطرف الأول X ناقص 4 والطرف الثاني وهو 20 إذن أول شيء سنكتبه وهو يجب أن نحول الأعداد إلى طرف والمجاهيل يجب أن يكون في طرف آخر إذن علينا في هذه المعادلة أن نحول ناقص 4 إلى الطرف الآخر إذن سنكتب أولا X تسوي إذن 20 سنبقى في الطرف الأيمن ثم قلنا أن ناقص 4 يجب أن نحولها إلى الطرف الآخر يجب كذلك أن نتذكر إشارة العدد تتغير إذا غيرنا موقعه من طرف إلى طرف آخر فمثلا هنا لدينا ناقص 4 في الطرف الأيصر عندما نريد تحوله إلى الطرف الآيمن ستتغير إشارته سيصبح زائد 4 إذن كان ناقص 4 عندما نغيره إلى طرف آخر يسوي زائد 4 وكذلك عندما يكون موجب يكون لدينا زائد عندما نحوله إلى طرف آخر يصبح ناقص 4 وهكذا إذن تتغير الإشارة من السالب إلى الموجب مع تغييره من طرف إلى طرف آخر إذن لدينا هنا X تسوي 20 زائد 4 إذن قمنا بتغيير العدد من طرف إلى طرف آخر كي نقوم بجمع الأعداد إذن X تسوي 20 زائد 4 تسوي X يساوي سنجمع 20 زائد 4 وسيعطينا 24 إذن في هذه المعادلة سنقول للمعادلة حل وحيد وهو 24 إذن X المجهول يساوي لدينا في هذه المعادلة 24 إذن هكذا يكتب الجواب أو حل هذه المعادلة نأخذ المعادلة الثانية 14 زائد X تسوي ناقص 15 إذن بنفس الطريقة يجب أن نحاول العدد من هذا الطرف الأيصر إلى الطرف الأيمن إذن بنفس الطريقة سنكتب X تساوي ناقص 15 ستبقى في الطرف الأيمن 14 ستحول عندما نحاول إلى الطرف الآخر بما أنها إشارة لديها إشارة موجبة ستصبح سالبة وسنكتب ناقص 14 سنكتب في الأسفل X تساوي ونجمع إذن لدينا ناقص 15 ناقص 14 إذن ستصبح إشارة سالبة 15 و 14 ستعطينا ناقص 29 إذن هنا X يساوي ناقص 29 إذن سنكتب للمعادلة حل وحيد وهو ناقص 29 المعادلة الثالثة 4 بين قوسين إذن عندما نجد بين قوسين فهذا يعني أننا سأقوم بعملية الضرب 4 مضربة في 2 زائد A تساوي 0 إذن أول شيء سنقوم به وهو أن نضرب 4 في 2 هذا يسمى بالنشر سنقوم بضرب 4 في 2 وسنكتب 4 في 2 زائد هنا لدينا زائد إذا كان زائد سنكتب زائد إذا كان لدينا ناقص سنكتب ناقص إذن حسب ما يوجد داخل الأقواس بعد ذلك سنضرب 4 في A 4 في A ونكتبها بهذا الشكل تساوي 0 4 في 2 سيعطينا 8 زائد 4 في A تساوي 0 بعد ذلك سنقوم بتحويل العدد من الطرف الأيصر إلى الطرف الأيمن وسنكتب أربعة ستبقى في الطرف الأيصر تساوي ناقص 8 بما أن لدينا 8 قبلها في الطرف الأيصر كان إشارتها موجبة فعندما حولنا أصبحت إشارتها سالبة أصبحت ناقص 8 إذن نحن يجب أن نحسب قيمة A فقط وليس أربعة A إذن سنكتب A يساوي تلك أربعة مضربة في A أربعة سنقسم على تمانية وتصبح ناقص 8 على أربعة إذن ستنزل إلى الأسفل إذن A تساوي ناقص 8 على أربعة إذن تساوي ناقص 2 كاختزال يعطينا ناقص 2 إذن الجواب هنا عن هذه المعادلة سنكتب للمعادلة حل وحيد وهو ناقص 2 إذن هذا هو جواب هذه المعادلة المعادلة الثالثة لدينا 2B معادلة الأخيرة الرابعة 2B زائد خمسة تساوي أربعة ناقص B إذن هنا سنقوم بكتابة الحروف على اليسار والأعداد على اليمين إذن نكتب 2B إذن نحول ناقص B إلى الطرف الأيصر إذن بما أن إشارته سالبة سيصبح موجبة إذن زائد B تساوي ونحول كذلك خمسة إلى الطرف الآخر نكتب أربعة وخمسة تحول وتعطينا ناقص خمسة إذن إشارتها تحول أو عندما تكون موجبة كما قلنا تصبح سالبة إذن هنا سنقوم أولا بجمع 2B زائد B ونكتب قيمتها كم تساوي ثم أربعة ناقص خمسة كم يساوي إذن 2B زائد B سيعطينا ثلاثة B يساوي إذن أربعة ناقص خمسة سيعطينا ناقص واحد ثم يجب أن نحسب قيمة B وليس ثلاثة B إذن هنا ثلاثة سيكون أسفل واحد وسنجد B تساوي ناقص واحد على ثلاثة إذن هذا هو جواب هذه المعادلة إذن سنكتب للمعادلة حل وحيد وهو ناقص واحد على ثلاثة إذن هذا هو جواب هذه المعادلة ناخد تمرين ثاني والتمرين الثاني يقول حل المعادلات التالية لدينا X ناقص واحد مضربة في X زائد 2 تساوي صفر لدينا 4X ناقص 7 ناقص 2 مضربة في بين قوسين 4X زائد واحد تساوي 2 مضربة في بين قوسين 3 زائد 2X ناقص 3 ثم 8X زائد 11 ناقص 5X تساوي ناقص 2 مضربة في X ناقص 5 زائد واحد نبدأ بالمعادلة الأولى X ناقص واحد مضربة في X زائد 2 تساوي صفر إذن في هذه المعادلة سنقول أن X ناقص واحد سيساوي ربما صفر أو X زائد 2 يساوي صفر لماذا؟ لأن واحد منهما سيساوي صفر وعندما نضربه في العدد عدد آخر سيعطينا صفر إذن هنا سنحكم أو سنقول واحد منهما يساوي صفر وسنكتب X ناقص واحد تساوي صفر أو X زائد 2 تساوي صفر إذن واحد فيهما يساوي صفر إذن X تساوي واحد إذن هنا ناقص واحد نحول إلى الطرف الآخر يعطينا واحد إذن X يساوي واحد أو نحول كذلك فيعطينا X ناقص 2 إذن عندما نحول 2 إلى الطرف الآخر يعطينا ناقص 2 إذن هنا وجدنا عددين أو قيمتين لX وسنقول إذن للمعادلة حلين هما ناقص 2 وواحد إذن حلين للمعادلة وهما ناقص 2 أو واحد المعادلة الثانية لدينا 4X ناقص 7 ناقص 2 مضربة في 4X زائد واحد تساوي ناقص 2 مضربة في 3 زائد 2X ناقص 3 إذن هنا سنقوم أولا بالنشر إذن نشر العمل الأولى على اليسار في الطرف الآيسار والعمل الثاني نقوم بالنشر العمل الثاني على الطرف الأيمن وسنكتب أولا لدينا 4X ناقص 7 لن تتحول لن تتغير سنكتبها كما هي بعد ذلك سنقوم بعمل الضرب ناقص 2 سنضربها في 4X وسيعطينا ناقص 8X إذن ناقص 2 في 4 وهي ناقص 8 ونضيف إليها X ثم سنضرب ناقص 2 في 1 وسيعطينا ناقص 2 نكتب تساوي ثم ناقص 2 نضربها في 3 سيعطينا ناقص 6 ثم ناقص 2 نضربها في ناقص 2X سيعطينا ناقص 4X ثم ناقص 3 إذن هكذا نقوم بعملية النشر دائما إذا كان لدينا عدد مضروب في عدد بين قوسين نقوم بعملية النشر إذن الآن سنقوم بجمع كل الأعداد التي تحتوي على الحروف بمعنى إذا كانت لدينا X أو Y أو نقوم بجمعها في طرف إذن هنا في هذه المعادلة لدينا 4X ثم لدينا ناقص 8X ثم لدينا ناقص 4X سنقوم بكتابتها على الطرف الأيصر ونكتب 4X ناقص 8X زائد 4X معه هنا نجب أن ننتبه كذلك كما قلنا دائما عندما نحول عدد لطرف آخر تتحول إشارته كانت لدينا ناقص 4X فأصبحت زائد 4X ثم بعد ذلك نحول الأعداد ناقص 7 وناقص 2 ثم ناقص 6 ثم ناقص 3 إلى الطرف الأيمن ونكتب 6 ناقص 3 زائد 7 زائد 2 نفس الشيء دائما الإشارة تتغير عندما نحولها إلى طرف آخر الآن سنقوم بجمع 4X ناقص 8X زائد 4X سيعطينا 0X ثم 6 ناقص 3 زائد 7 زائد 2 إذا حسبنا ستعطينا 0 إذن هنا 0X يساوي 0 إذن في هذه المعادلة سنقول جميع الأعداد الحقيقية هي حلول هذه المعادلة إذن أي عدد أخذناه حقيقي فهو حل لهذه المعادلة إذن دائما عندما نجد 0X أو 0Y أو 0A أو 0B يساوي 0 فجميع الأعداد الحقيقية هي حلول هذه المعادلة ناخد المعادلة الثالثة 8X زائد 11 ناقص 5X تساوي ناقص 2X ناقص 5 زائد 1 إذن هذه المعادلة سنقوم بفقط إزالة الأقواس ونكتب 8X زائد 11 ناقص 5X تساوي ناقص 2X زائد 10 ناقص 1 إذن هنا سنقوم أولا بجمع الأعداد أو المجهول 8X وناقص 5X وناقص 2X في طرف 1 الطرف الأيصار مثلا ونكتب 8X ناقص 5 زائد 2X بهذا الشكل تساوي نقوم بعزل الأعداد في الطرف الأيمن لدينا 11 زائد 11 ثم لدينا زائد 10 ولدينا زائد 1 إذن نكتب 10 زائد 1 ناقص 11 لماذا؟ لأن لدينا زائد 11 من الطرف الأيصر حولنا إلى الطرف الأيمن أصبحت ناقص 11 إذن حسبنا 8X ناقص 5X زائد 2 تعطينا 5X ثم إذا حسبنا 10 زائد 1 ناقص 11 سيعطينا 0 إذن في هذه المعادلة لدينا 5X يساوي 0 يعني أن X يساوي 0 إذن هنا سنقول أن في هذه المعادلة إذن العدد الحقيقي 0 هو حل هذه المعادلة إذن الحل لهذه المعادلة هو 0 إذن إلى هنا نصل إلى نهاية الضرس شكراً للمتابعة نتمنى أن يكون الضرس مفيداً لجميع لا تنسوا كذلك دعم القناة وتشجيعنا وذلك بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس وشكراً